هاي جايز كيف كون انا سيم و انا يوتيوبر تيفي بريزنتر بروديوسر واهمة اهمة اهمة شي انو بات رسكور عطول بعمل رسكور للباتس حيوانات ان كان بسينات كلاب طيور على انواعه اول شي عملت اليوتيوب تشانل تبعي لانو كرميل قدم توعية ونصايح للناس اللي بهموا الحيوانات حتى ناس اللي ما بهموا الحيوانات فضلت اعمل هالتشانل كرميل نخبر الناس انو لو انتم ما بتحبوا الحيوانات فيكم تضلكم عم تحترمون وتقدروا وجودهم بالحياة وبالتالي كمان بطلع على التلفزيون كل نهار سبت كمان مباشر كمان لنعمل توعية اكبر لانو لما تبلش التوعية بالبيت اهمة شي وبتنمى ومننشر هالتوعية ان شاء الله بنوصل لمحل انو كلنا نحترم الطبيعة والبيئة كلها ومنعيش كلنا بتكامل واكيد عطول 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 انا انكن تيفي او يوتيوب او حتى لايف كتير بهمني انو نوعي الناس على كيفية الاهتمام بالحيوانات رعايتهم واهمية وجودهم معنا ليه اهمية وجودهم معنا لانو حتى اللي بيجي بيقلي انا ما بحب الحيوانات بيقولوا طب اوكي بس انو انو انت بتحتاج للحيوانات لانو بلا 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 فاليوم موضوع كتير مهم هو انو كمان حكيت عنو من كم يوم عاد تيفي لانو كتير مهم متل ما كنت عمقول هل السيد الحامل فيها تخلي لبسينة او كلب بالبيت خلال فترة الحمل لانو لسوق الحظ ببيقتنا بطبيقه هوني عنا بالكولتشر اول ما تتير السيدة حامل عم بيتخلوا عن كلاب ونبسينات مع انو هن من افراد العائلة وهن فيهم يقدوا لشي كتير حلو بالبيت وخلال فترة الحمل كتير بيونسوا السيد الحامل وعلى السيرة انا عم بحكي الموضوع لانو انا حامل هلق بشهر الرابع ومتل ما بتشوفوا فيه عند بسينة وكلاب وكلشي فالجواب هو انو اكيد فينا نحافظ على الكلاب والبسينة بالبيت وخاصة اذا بيونسوكن وما تتخلوا عن هالفترة الكتير مميزة لقلنا ولل باتوا كمان للجنين فهو متل ما سبق انا وبحكي بقول انو الكلب اجمالا اذا امتاعه واخد لقاحاته وشربت الدود وعم بتتابع الطبيب البيطري بروح على زيارات بشكل منظم ما في اي مشكلة واي خطر للسيد الحامل ما عندهم اي امراض فيهم يعدون فيها او يشكلوا اي خطر للجنين بس ولكن اكيد يجب انتباه انو ما لازم ينط علينا ما نزم ينط على البيبي بومب للسيفتي مجرز مش اكدر هيدا هي الكالب فري سمبل حرام بتلاقي الناس عم يعطون يمين وشمل وما ضروري ما في لزوم وحتى مع انو في علامة استفهام على لبسينة بيدلو في طرق احتياطات فينا ناخد لنخلي بسينتنا ولو نحنا حامل هي انو في المرض اسمو توكسو بلازموسيس هو هيدا توكسو بلازموسيس بشكل خطر للجنين وعبارة عن طفاليات مرض طفاليات بيعمل خطر للجنين ولكن نحنا ما منحس فيه ولا نحنا ولا لبسينة فاللي بيصير هو انو فينا نعمل فحص مناعة نشوف اول شي اذا عنا مناعة اذا نويت احبق المرأة اذا عنا مناعة خلص ما فينا نضلنا عادي نحنا وبسينتنا وحتى نجيب رسكو من الطريق وكل شي حيات طبيعية وهو نمبر ون مصدر هالمرض مش من لبسينة من الخضرة عم بيكون عنا فكمان نحنا اذا بنخاف نخاف من الخضرة اكتر من لبسينة فنعمل فحص مناعة ما في بيرفكت انا هيكسر معي باول بيبي بيرفكت اذا السيدة ما عندها مناعة سيعانته فيه احتياطات فيها تاخده اولا انو هي لان هو باللتر بيصير المرض ما تنظف هي لتخلي حدا غير ينظف او اذا اطلت هي تحط ماسك او تحط كفوف ويتنظف كل يوم لانو اذا كل يوم ما بيلحق ينمى هالمرض وكمان بالتالي انا قدي بتحب تعمل السيدة يمكن رسكو بفترة الحمل اذا ما عندها مناعة مفضل انو ما تجيب بسانات من بره تعمل بوز للرسكو ميشنز طبعولة وبترجع بتكمل الرسكو ميشنز بعد ما تولد لانو اللي بره بياكله ناي يمكن ولي بياكل ناي هو المعرض انو يكون عنده توكسو بلازموس بساناتنا بالبيت اجمالا اذا جويت البيت منا اوت دور كات وبتاكل دراي فود بس تقريبا او حتى من اكله بس بالبيت كتير نسبة لي لانو يصير مع توكسو بلازموس تقريبا ما بيصير معه وكمان فينا ناخد بساناتنا عند الفت نعمل لفحص ونشوف اذا معها او اذا معها هي كمان مناعة كمان خلاص ساعتها بالمرة ما في لزوم انو نخاف من بسانتنا حتى فهول احتياطات مهمة لازم ناخدها وفينا نعيش بسلام وبيسفلين احنا وبسانتنا ومبسوطين وكلبنا وبالعكس ان شاء الله لما يجي بخير الجنين الطفل هو بيصير كمان يقدر وجود الحيوانات ويصير عن زغر كتير مهم نعلمهم على الحيوانات واهمية وجودهم معنا فان شاء الله تكونوا استفدتم من هالفيديو واكيد اذا عندكم اي اسئلة سألوني وانا بشوفكم ان شاء الله المرة الجاي ciao